السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع الصحف الألمانية تتكلم عن مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات بالمدن الألمانية وهنا تحديدا نتكلم عن المدن الكبرى وتقول الصحافة الألمانية أن الإيجارات بالمدن الكبرى ارتفعت بمقدار حوالي 20% فقط بعام 2022 ولا يوجد مجال لتحسن الأسعار بالأفق لأن أزمة السكن تزداد وتدفق اللاجئين الجدد سواء من أوكرانيا أو من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من دول آسيوية هو بزيادة مستمرة وهناك عرقلة كبيرة لمشاريع البناء بسبب الغلاء وزيادة فوائد قروض الإسكان التركيز الآن هو على الجانب المهني بألمانيا فمثلا بالمدن الكبرى سيتأثر بشكل كبير من يريد الانتقال من شقة جديدة أو يعني من شقة لشقة جديدة مثلا أنت عثرت على عمل وتحتاج للانتقال للمدينة كي تكون قريب عن مكان عملك فالآن من يغير شقة فكل عقد إيجار بالوقت الحالي يعني هو أغلى بكثير من سعر الإيجار بشقق التي نسكن بها الشركات والمصانع تأثرت كثيرا لأن الناس تعثر على عمل ولكنها لا تختار لأنه بمكان بعيد وهنا يعني لا ينتقل الشخص لمكان قريب عن مكان عمله فلذلك لا يختار فرصة العمل وهنا يتضرر الاقتصاد الألماني ليس هذا فقط بل هناك شكوى من مقاعد أوصبلدون كثيرة شاغرة ولكن يعني الآلاف يحلمون بملأها ولكن لا يذهبون لهذه الشركة أو لتك الشركة لأنهم لا يعثرون على سكن مناسب خصوصا لمن لديه أوصبلدونك ومعاشى ضعيف نتمنى من الحكومة ومن المسؤولين بألمانيا أن يلتفتون لهذه المسألة لأنها أخطر من أزمة الطاقة بل هي أكثر شيء يهدد الاقتصاد وهو أزمة السكن الموضوع الآخر أصدقائي بعد النقص الكبير الذي حصل بألمانيا بالأدوية تحديدا بأدوية الأطفال مثلا شراب الأطفال خافض الحرارة وبعض الأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية الآن وزير الصحة الألماني السيد كارل أوتاباخ يريد تغيير أمور كثيرة وهو قال أن نقص الأدوية حصل بألمانيا بينما بدول جوار ألمانيا كانت يعني تلك الدول محصنة ضد هذا النقص ومن الأمور الأخرى التي تم تغييرها وسيتم تغييرها بالأيام القادمة هي الإعاز لشركات التأمين الصحي بدفع مبالغ مالية أكبر من أجل شراء الأدوية الرخيصة المعروفة مثل أدوية السعال وخافض حرارة الأطفال هذه الأدوية بالعادة يكون سعرها رخيص ويعني حقيقة الأمر هي أنه بالسابق كانت شركات التأمين الصحي تتعاقد مع شركات الأدوية التي تدفع السعر الأقل لدواءها هذا الأمر سيتغير لأنه حسب وزير الصحة كان أحد أسباب حدوث اختناقات بأدوية الأطفال لأن الشركات أصبحت تصنع فقط الأدوية الغالية الثمن وتركت تصنيع الأدوية الرخيصة التي نحتاجها مثل المضادات الحيوية لأن تبيوتكم وشراب الحمى للأطفال بالإضافة إلى نقص بالمضادات الحيوية وأدوية السعال وحمى الأطفال هناك نقص بأدوية مثل عقارات السرطان ومن أسباب النقص أيضا هو عقود شركات التأمين الصحي والمنافسة السعرية واللجوء إلى المصادر الأرخص وهنا نتكلم عن المصادر الآسيوية وزارة الصحة تريد تغيير هذه الأمور وتغيير الاعتماد يعني بدل أن يكون اعتماد على الدول الآسيوية تريد أكثر اعتماد على الأدوية التي تنتج بألمانيا والاتحاد الأوروبي رغم سعرها المرتفع وعندما تقوم شركات التأمين الصحي بالتعاقد مع هذه الشركات الألمانية والأوروبية فستقوم بدعمها وبالتالي نظم عدم التأثر بسلاسل التوريد الصينية والهندية ومشاكل إيصال البضائع من آسيا إلى أوروبا موضوعنا الآخر أصدقائي أنا قلتها سابقا حماية البيئة ستأخذنا لستين ألف داهية الآن ولاية شمال الراين ولاية أن أغوي اللي هي الولاية الأكثر كذافة سكانية والولاية الأكثر حاجة للطاقة تعلن عن إغلاق آخر منجم لاستخراج الفحم الحجري وموقعه غرب مدينة كولن في مدينة فغيتشن هذا المنجم الذي كانت تديره شركة أغوي إي تم افتتاحها قبل حوالي 120 عام وهو كان يعمل بشكل مستمر وبطاقة مستمرة أو يعني بطاقة قصوى كل هذه المدة حتى هذه الأيام التي ستشهد نهاية 120 عام من إنتاج الكهرباء من طريق الفحم الحجري الألماني وبذلك فالآن ولاية شمال الراين ستكون رسمياً استغنت عن يعني آخر مصنع من ضمن العشرين منجم أو العشرين مصنع لتوليد الكهرباء عن طريق الفحم الحجري وهذا سيكون المنجم الأخير حوالي 500 موظف سيضطرون إلى أن يصبحون عاطرين عن العمل بسبب نهاية عملهم بهذا المنجم ويوم الأربعاء القادم أو يعني يوم غداً بالساعة العاشرة صباحاً ستكون آخر ساعة عمل بهذا المنجم وسيكون لكاحتفال صغير لإعلان نهاية عمل منجم الفحم الحجري ومن الجدير بالإشارة إلى أن ألمانيا بالربع الأخير من 2022 تحديداً شهرين نوفمبر وديسمبر شهدت ضعف كبير يعني بالرياح والغيوم كانت كثيفة وهذا أثر على أنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة عن طريق الشمس وعن طريق الرياح والاعتماد يكون بهذه الحالات على الغاز وعلى الفحم الحجري الذي يتم شراء الآن يعني هو تم إيقاف إنتاجه داخل أرض الألمانية ولكن يتم شراءه من غارج ألمانيا موضوعنا الآخر أصدقائي وأخيراً هناك ضوء بنهاية النفق بألمانيا بالعامين الماضيين وتحديداً بـ 2022 و2021 يعني هذا العام والعامين أيضاً الماضيين 2020 و2021 شهدنا غلاء وتضخم بنسب مرتفعة وشهدنا انخفاض لقيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي وهذا الأمر ينعكس علينا من حيث الغلاء والتضخم الآن وبالأشهر الأخيرة من 2022 تحديداً نوفمبر وديسمبر توفرت لدينا بألمانيا بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء والنتيجة هي أن أسعار المنتجين هذه الأسعار جداً مهمة بألمانيا هذه الأسعار استمرت بالارتفاع من بداية جائحة كورونا أو وباء كورونا وارتفعت أكثر بعد حرب أوكرانيا الآن شهدت انخفاض يعتبر الأكبر منذ بداية الأزمتين أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا وما يحصل الآن أصدقائي هو أن المعامل والمصانع بألمانيا المصانع التي تنتج والمعامل التي تنتج أيضاً بسبب انخفاض أسعار الطاقة مثل انخفاض أسعار النفط لدينا اليوم سعر برميل نفط 79 دولار وأيضاً انخفاض أسعار الغاز وعودة وفرة الموارد الأولية بعد أن حصلت أزمة بسبب حرب أوكرانيا الآن السوق أقل من نفسه وعثر على مصادر جديدة عادت أسعار المنتجين إلى الانخفاض وهذه تعتبر دلالة على انحسار نسب التضخم المرتفعة اللي شهدناها بالأشهر الماضية بالنسبة لشهرين نوفمبر وديسمبر فإن أسعار الطاقة بصورة عامة خفضت على المنتجين بمقدار 10% بالمقارنة مع أسعار العام الماضي وأسعار الصيف الماضي هناك بصيص أمل بألمانيا لأن الخبراء الاقتصادين ينظرون إلى أسعار المنتجين إلى أنها علامة على غلاء المعيشة وعلامة على مستقبل التضخم بالأشهر القليلة القادمة والأمل هو أن نكون قد تجاوزنا قمة هرم التضخم والأشهر القادمة نتمنى أن تكون أشهر لإنخفاض التضخم والغلاء هذا ما نتمنى وهذا ما نريده ونتمنى أيضا أن تنتهي الحرب وتتصالح الأطراف المتخاصمة وترجع الحياة إلى طبيعتها التي عرفناها قبل فيروس كورونا فعلا بعد الوباء لم نشهد سوى المصاعب والأخبار السيئة الموضوع الأخير أصدقائي بعد الأزمة بين الغرب وروسيا الآن بدأنا نسمع أصوات تتهم المستشارة أنجلا ميكل بالتقاعس وبالتعامل مع روسيا بطريقة من اللاؤبالية والإهمال هذه المرة الانتقادات لم تأتي من تحالف إشارات المرور الذي يحكم ألمانيا الذي لا ينتمي له حزب المستشارة السابقة أنجلا ميكل بل تأتي الاتقادات من داخل حزب ميكل وتحديدا من زعيم فصيل الاتحاد المسيح الديموقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجي للأونيون رودريش كيزويتا الانتقاد هو لسنين حكم أنجلا ميكل من 2004 حتى عام 2021 بهذه الفترة شركاء ميكل السابقين يقولون أنها أساءت تقدير روسيا وأساءت تقدير فلاديمير بوتين وتوصلت إلى استنتاجات خاطئة تماما تجاه روسيا تحديدا بعد عام 2014 عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرن وضمتها إلى الأراضي الروسية يعني أخذتها من أوكرانيا وآن ذاك انجلا ميكل تتهم بأنها ما أخذت الأمور على محمل جدية والخطورة التي تستحقها ولم يحصل بألمانيا تطوير بعد هذه العملية ويعني تنمية للجيش الألماني والمعدات العسكرية وتحديفها لكي تتناسب مع مستوى التحديات بالمنطقة يقولون أن انجلا ميكل بعد 2014 رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح وبالتقنيات وبالتدريب للقوات الأوكرانية واعتمدت انجلا ميكل على الدبلوماسية وعلى اتفاقية من سكلة آنذاك يعني ضمنت أمان المنطقة لسنين عديدة وينتقد حزب ميكل المستشارة السابقة كونها كانت أحيانا تنتقد فلاديمير بوتين ولكنها كانت تدعم الرأي الذي ينص على أن فلاديمير بوتين يكون شريك للأوروبيين وأن يكون له دور بالمنطقة لأنها كانت تعتقد أن احتواء روسيا كان عن طريق مشاركتها وتحسين العلاقة معها الآن أصدقائي ما رأيكم بالنقل الموجه لانجلا ميكل كونها كانت تدعم الشراكة مع روسيا لأجل احتواءها هل أنتم مع التعاون مع روسيا والتشارك معها أم مع العزل والمقاطعة المعمولة بالوقت الحالي أنا أعتقد أن روسيا مهما كانت تفعالها بالمنطقة ومهما كان التحديد الذي تمثله لوجود الدول الأوروبية فلديها شيء لا يمكن لألمانيا أن تكون صناعية بدونها وهو الطاقة الرخيصة النفط والغاز الرخيص والقريب وبدونهم ما رح نشوف شيء بألمانيا غير فقط الغلاء والتضخم هذا الموضوع وصلنا للنهاية إشاء الله تكونوا من استفادئت وتحياتي لكم مع السلامة